إذا سكن الغدير على صفا وجنب أن يحركه النسيم وبابت فيه السماء بلا امتراك كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباك التجلي يرى في صفوها الله العظيم يرى في صفوها الله العظيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من لحظة سكون أرحب بمضيف العزيز فضيلة الدعاية الإسلامية الحبيب علي الجفري أهلاً وسهلاً سيدي يا حياكم الله وبركة فيكم ومرحباً بكم في لحظة سكون في لحظة السكون التالية للحظة السكون العاصفة بالأمس ونحن نتحدث عن هل الدين ضد العلم هل العلم يكشف كذب وزيف الدين بس خلني أقف عند نقطة حضرتك أنهيت بها الحلقة بالأمس لما اتكلمت عن أنت هنبقى مطالبين فوقت ملقات وقد نتطر إلى أن نتحدث عن الأجاز العلمي في الإلحاد ووصفت الذين يدنون مواقفهم على تسرع وعدم قراءة وعدم فهم للغة بالمراحقة بالمراحقة نعم هل دي كانت سخرية لمجرد أنك رأيتهم في موقف ضعف ويعني حسنت الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد بالطبع ليس المقصود بهذا الكلام السخرية بل هو تحقيق تقرير واقع أولا أن التصرفات هذه أصبحت أشبه بمحاولة إيجاد ما يعتبر الإعجاز العلمي في الإلحاد الحديث عن أن هذه التصرفات أشبه بالمراحقة لم يكن كلامي وإنما كان كلام أناس ملحدين متخصصين في الفيزياء فلاسفة في التطور الأحيائي مثل أعطيك مثال بسيط هناك بروفسور اسمه مايكل روس مايكل روس كتب مقالا وله مقاطع في الفيديو وسترونها إن شاء الله روابطها ستكون في آخر الحلقة وستجدونها في الموقع انظر ماذا يقول عن تصرفات من أسميتهم أو لقبتهم بدعاة الإعجاز العلمي في الإلحاد يقول على عكس الملحدين الجدد أخذ المعرفة بجدية على عكسهم أنا أخذ المعرفة يقول بجدية كتبت سابقا أن كتاب وهم الإله لدوكنز جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحدا نعم هو ملحد وعالم في زياء وفيلسوف تطور حياء يقول عندما قرأت كتاب وهم الإله لدوكنز الذي أعتبر رأس حربة الملحدون الجدد قال جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحدا يعني خجلت أني ملحد لما رأيت المستوى يقول وقد عنيت ما قلته يعني أنا أعني ما أقول ثم قال وفي محاولتهم لفهم أن الإله لا يحتاج إلى السبب يقول المسيحيون أن الإله موجود بالضرورة وقد أخذت على عاتقي أن أحاول فهم ما يعنيه هذا الكلام انظر الفرق هذا عالم أحياء له باع في الفلسفة يقول ليس لمجرد أن المتدينين المسيحيين قالوا عبارة قمت أسخر منها لا أخذت على عاتقي أن أنظر إلى هذه العبارة بجد لا بسخرية يقول في هذا الوقت الذي أخذت فيه الأمور باهتمام ودراسة يتجاهل دوكنز ورفاقه ورفاقه هذه المزاعم ويظهرون احتقارهم لكل من يحاولون فهمها أي حد يحاول يفهم الرؤية الفلسفية للدين يحتقرونه ويستهزئون به هذه المراهقة التي يعنيها فضلا عن الإيمان بها يحاولون احتقار يظهرون احتقارهم لكل من يحاول فهمها فضلا عن الإيمان بها فينطلق دوكنز سعيدا كأي طالب جامعي في السنة الأولى فيسأل فيسأل الناس بصوت عال ما الذي سبب الإله وكأنه توصل إلى اكتشاف فلسفي عظيم كما شعر دوكنز بالصخط عندما انتقد فلاسفة كبار أمثال ميري ميدجلي بفكرة المجازية المتمثلة بالجين الأناني هي نظرية اسمها الجين الأناني يعني حاول فرضية حاول أن يجعلها نظرية علمية دوكنز فيعني رد عليه وناس من كبار علماء الأحياء والفيزياء وحتى الفلاسفة اعتبروا أن هذا شغل يعني هذا أمر لا يمكن أن يحترم لأنه لم يقدم أدلة علمية وقفز مباشرة بالفرضية إلى النتائج إلى النتائج الفلسفية في محاولة إثبات شيء يريد أن يثبته وهذا سنذكر إن شاء الله يقول خلاصة الكلام هنا أنه اعتبرهم مراهقين لماذا؟ لسببين السبب الأول أنهم لا يبنون كلامهم على أسس علمية قوية في الربط أو الأسس فلسفية قوية في الربط بين المنتج العلمي وتوثيقه ثم الاستدلال به على أمر فلسفي والنقطة الثانية اعتبرهم يعانون من مراهقة الكبر والسخرية من الآخرين لمجرد أن يختلفوا معهم وهذا الذي عنيته إذن فهو ليس بكلامي هو كلام وناس من أصحاب التخصص لا يقلون بل يزيدون عليهم في التخصص الذي هم فيه ويفوقونهم بأن لهم دراسة في الفلسفة طيب حتسمح لنطلع فاصل بعد الفاصل حنقدم تقرير لأصدقاء الملحدين اللي حيقدموا فيه بعض ما يأخدونه بيتكلموا على نظرية التطور والارتقاء وأنا لدي سؤال آخر سأجعله مع هذا التقرير نلتقي بعد الفاصل موسيقى موسيقى أكثر شيء أثر فيها وزاريت التطور لما علفت بعد كده أنه مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها هو وأن العمر الإنسان على الأرض 200 ألف سنة مش زي هما عيننا في الأبديان البرهامية كلها أن عمر الإنسان أقصى شيء عشر تلاث سنة نظريتي التطور مرت بمراحل كتير يعني من أول ما اكتشفها من أول ما اكتشفت لحد اللحظة اللي احنا فيها كل يوم بيظهر حاجات جديدة بس لأسف العلماء بيبصوا للكلام يعني بياخدوا نبزة وما بيفسروش يعني قولك الإنسان أصله قرد وما بيجيبش سبب ده إيه وبيقول للعمة اللي مقومش فاهمين اللي مقومش مدركين للعلوم إن الإنسان أصله قرد طبعا بما أن البشر بيحقره الحيوان فطبعا لما يجي حد يقولك أنت أصلك قرد هتحتكره هتقوله إزاي يعني مش هتستوى بالكلام ده لكن إنت لو راجل عندك خلفية علمية هتقدر تفهم الكلام ده كويس التطور لا تعني الإلحاد في ناس كتير فاكناها تعني الإلحاد لكن لا تعني الإلحاد في ناس كتير مبتعبين نصد التطور ومع ذلك معتقدين بوجود خالب الخلية الأولى لنفسها تواجدت بعناء إلهية بيقول إنه هو خلقهم في الجنة الصغرى وبعد كده نزلهم للأرض عقابا وكده بس الفكرة إن آدم وحاول البداية إن هي ذكر وأتى بالأنسة منه النظام ده يعني كأحفوريات وكأدلة دي بقى الواقع الملموس دي الحقيقة المفروض أن الواحد يبقى يعني يلجأ إليها الإحفوريات وده كله بتقول إن فيه قابل الإنسان كان تانية ومتطور عنه إن إحنا من فصيلة سمارة وموسيبية وإن الإنسان متطور عن حاجة شبيه قرد عشان في ناس برضو بتاع تقول طيب هو الإرد موجود إذاني؟ هو الإرد نفسه متطور معنا يعني زي مثلا قطة أسد نمر ده كله من عائلة واحدة أو من فصيلة واحدة نفس الشي الإنسان الشامبانزي الإرد البامبو ده كله من فصيلة واحدة ونسبة يعني كمان نسبة التشابه بالجيني بين الإنسان وزي حاجة زي إرد الشامبانزي مثلا آآ 98 ويا خلام 18 مش نظرية دارون بس يعني التطور مش نظرية دارون بس هو الوضع قوانينها أو أثر جدا في العالم قوانينها كان دارون لكن فيه ناس تظهروا فيها كتير وهي دي أكتر حقيقة علمية تؤثر في العالم كله وأثرت فيه وهي دي أكتر حاجة لأن هي أصبحت حقيقة علمية مجرد فرضية ونظرية غير ثابتة حقيقة علمية زيها زي واحد زي دوح بيساوي اثنين خلاص إلا أن تثبت العكس وإلا أن تثبت العكس دي صعبة جدا وتقريبا فيها استحالة حقيقة اللي ضحضها لازل نظرية تانية علمية تيجى حاجة بأدلة علمية أو أي حد دلة علمية في ميدان البحث العلمي ويثبت عكسها إزاي إن آدم وحاوة في حين إن إحنا متطورين عن جنس ثاني وفي النقطة دي في بعض الشيوخ بيقولوا إن الفصيلة اللي إحنا متطورين عنها هي كان أولها آدم وحاوة ده طبعا يعني إدخال حداثة في الدين وده شيء خاطئ جدا أغلب علماء المسلمين اللي بيتكلموا من الإسلام بأدلة بجد طبعا يعني بيأكدوا عكسه أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في لحظة سكون سيدي الحبيب علي الجفرية حضرتك شفت التقرير وما طرحه من آراء فيه وهو نظرية دارور التطور والارتقاء والنشوء هي نظرية التي يبنون عليها في أصل الخلق إن الدين ده دين بيقول أي كلام نعم لا شك أن الدارونية القديمة منها والحديثة قد أخذت حيزا كبيرا لدى الشباب المستشكل للإيمان بالله أو حتى الإيمان بالله والدين والشباب الذين جنحوا نحو الإلحاد بدعوة علمية الإلحاد ما أسميناه تجاوزا في المرة الماضية العجاز العلمي في الإلحاد على نظير العجاز العلمي في القرآن المشكلة أن أكثر من ناقشوا الدارونية انشغلوا بالتفاصيل العلمية للدارونية نفسها ما هو حقيقي منها و ما هو منها حقيقة علمية و ما هو منها نظرية علمية و ما هو منها فرضية قابلة للأخذ والرد و أين نقاط الضعف في هذه النظرية كمثل ما ننتبه إلى نقطة الضعف التي أشار إليها دارون نفسه في كتابه أصل الأشياء من أن الغريزة في النفس الإنسانية هي نقطة الضعف في نظريتي و التي طرت دوكنز إلى أن يؤلف كتابه الجين الأناني و قدم من خلاله فرضيات لم يثبتها علميا ألبتة ثم قفز من خلالها إلى الطرح الفلسفي ليحاول أن يسد الثغرة التي ذكرها دارون كل هذا لن أتكلم فيه بمعنى أني لن أفصل فيه السؤال الحقيقي الذي يغيب عن الكثيرين عند تناول الدارونية فيما لو أننا افترضنا أن الدارونية بالجزء الحقيقة العلمية منها و بجزء النظرية العلمية منها و بجزء الفرضية منها لو افترضنا أنها حقيقة علمية ما دخل ذلك بالإلحاد؟ ما الذي يجعل ثبوت هذه النظرية يقتضي أو يلزم منه نفي وجود الله هناك نقطتان يحاول من يريد أن يفعل ذلك أن يبني عليهم النقطة الأولى وهي التي انتشرت بين عموم الشباب مثل التي ذكرها الشباب نعم بما أننا عرفنا أن الأب هو أن أيب هو الأب للإنسان و للغورلة بمعنى أن أبنى عمومه مع القرود أن مدام هذا الأمر قد اكتشف إذن القول بأن آدم و حواء قد خلق من غير صورة قبلية لهما أنهما من تراب من طين من ماء أن هذا كلام غير صحيح و العلم هنا أثبتنا في الدين لأنه خالف القرآن هكذا الشباب يرون كما سمعنا هذا الكلام في الحقيقة يعني مأساوي لسبب وهو أن الوصلة بين مقدمة النظرية الدارونية و نتيجة أن أبانا آدم عليه السلام لم يخلق من طين كما ذكر القرآن فيها فراغ فيها منطقة لم تملأ ما هي المفترض كنا نقول الدارونية أثبتت أن الأيب هو أب للقردة وأب للعنصر الإنساني المقدمة الثانية أثبتنا أن آدم من نسل إيب النتيجة الصحيحة أن آدم لم يخلق من طين هكذا الصحيح النقطة الأولى لو سلمنا جدلا بأن كل ما فيها صحيح مع أني لازلت أقول أن هناك بحاث أكاديمية وليت الشباب الذين لا يعجبهم هذا الكلام يرجعون ستجدون في الصفحة مراجع مكتوبة ومرئية وروابط فيديوهات تثبت أن هناك حركة علمية كبيرة أكاديمية في الغرب لعادة النظر في تفاصيل متعلقة بالدارونية وأن هناك حرب حول هذا الأمر وأن بعض تفاصيل الدارونية أو كثير منها أخذ في التراجع أمام هذه الموجة المقبلة لكن كما قلت لكم ليست هذه قضيتي افترضنا أن الدارونية بكل ما فيها حقيقة علمية تحتاج قبل أن تنفي قصة آدم وصحة وجودها في القرآن على النحو الذي ذكرت فيه أن تثبت أن آدم عليه السلام هو جزء من نسل إيب هم أرادوا أن يثبتوا ذلك فجاءوا لنا بقصة 98% و4 من 10 ممكن أقف عند النقطة دي علشان هتحتاج إلى تفصيل وأطلع فاصل بعد الفاصل نسل طيب هذا التشابه الذي يتجاوز 98% أليس كافيا للتأكيد من أن سيدنا آدم هناك صلة بينه وبين آدم بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في لحظة سكون سيدي بكوننا بنتكلم عن إذا كان التشابه وصل إلى متجاوز 98% أليس هذا دليلا؟ هذا السؤال هل يصلح من الناحية العلمية أن يكون وجود هذه النسبة العالية من التشابه دليلا قطعيا على أن الجنس الإنساني الآدمي جاء متسلسلا من إيب كلام أهل العلم التجريبي الذين يحترمون أنفسهم والذين هم مشغولين بالبحث العلمي أكثر من انشغالهم بالدعوة إلى الإلحاد والترويج له يقولون قطعا لا يكفي هناك نسبة عالية من التشابه على سبيل المثال الجينات البشرية تشترك بنسبة 90% وزيادة بيننا وبين الموز 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 الذي يؤكل يعني أمكن أن يبقى الموز أخوية المشكلة ليست أو العبرة ليست بالرقم الموجود ارتفاعه العبرة الحقيقية بحل معضلة الفرق الذي هو 1.6% لا يمكن اعتبار الكلام هذا حقيقة علمية قبل أن يسد هذا الفراغ أيضا لو سد هذا الفراغ وجدنا أن هناك تطابق أو تساوي أو تشابه كلي هل التشابه الكلي يلزم منه أن آدم كان من نسل قطعا لا يلزم لماذا لسبب منطقي كما يقول العلماء المناطقة السبب المنطقي هنا أن وجود هذا التشابه التشابه يلزم منه اتحاد النوع لكن لا يلزم منه أن يكون هذا آدم بعينه قد تسلسل من ذاك مضحها بشكل أكثر على افتراض مع أنه قد أثبتنا أن 98% يعني لا تكفي وأن الفارق هذا في الواحد الواحد وستة من عشرة هو المشكلة الذي بعدم إثباته لا يمكن اعتبار الفرضية حقيقة لكن رجعت مرة أخرى وتنازلت بقى تطابق تام بقى تطابق تام بين هذا التسلسل الموجود بين الإنسان والشامبنزي في الخارطة الجينية هذا لا يعني قط أنهما من مكان واحد هذا فقط كل ما يعني أن هناك في تقابل تشابه يمكن أن يعني ذلك أن هناك نصفات مشتركة يمكن أن يعني ذلك خذ أكثر من هذا أن هناك مخلوقات تشبهنا بني آدم كانت موجودة قبل أبينا آدم عليه السلام وانتهت وانقضت ثم جاء آدم بخلق من الله مباشر أنا لا أتكلم هنا في الجزئيات الأحيائية التي ليست تخصصي أنا هنا أخذت من نتاج علم الأحياء لأدخل في تخصص آخر جهيله من يحاولون اليوم أن يربطوا هذه النظرية بعقيدة الإلحاد التخصص الآخر هو الدليل العقلي نعم الدليل التجريبي لم يثبت قلنا 98% لم تصل لمئة بالمئة وهناك أيضا فراغ في الخارطة الجينية النقطة الأساسية هنا في العلوم العقلية في الأدلة العقلية نعم هل يلزم من كون النظارة التي يلبسها الأستاذ خيري مصنوعة من الزجاج بنسبة صفاء كذا والغلاء الفريم أو الإطار لها من نوعية كذا وجدنا أيضا نظارة فيها نفس المواصفات هل يلزم من هذا أن تكون من نفس الشركة؟ لا أخذ البعض أعرف سيضحك عندما أقول هذا الكلام سيعتبرني وسطه لكن لو قليل تواضعنا تخلصنا من قضية الاستعجال خلاص هذه نظرية مشهورة وثبت وثبت وانتهينا أو إذا استطعنا نتخلص من دافع الرغبة في إثبات أن الدين باطل وحاولنا نقترب من التجريد قصد قدر المستطاع الحجة العقلية تقول أن القرآن الكريم ذكر أن آدم وحوى خلقا من غير جنس مشابه لهما من قبل أي من غير تسلسل خلقا من غير تسلسل أني أعتقد أحد أن هناك مخلوقات تشبه بني آدم كانت موجودة من قبل هو بحاجة لينفي قول القرآن هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يثبت تسلسل آدم عليه السلام من تلك الذرية هذا لم يستطع إثباته إذا كنت تنفي فعليك أنت الإثبات عليك أنت إثبات أنا ادعيت أنا قلت وادعيت بما أؤمن به مما جاء في كلام الله عز وجل أن آدم خلق من طين أن آدم عليه السلام لم يكن له أب بشري من نوعيته وأنت تدعي أن له أب بشري أن آدم بعينه له أب بشري طيب ما هو دليلك؟ قال دليلي أنه وجدت أحفورات أو سنجد أحفورات سنجد أحفورات تطابق الجنس الآدمي بالكلية أو وجدنا أحفورات تقترب إلى حد كبير ما هل هذا دليل على أن آدم عليه السلام لم يخلقه الله عز وجل بغير أب؟ هذا رأيتم المشكلة ليست في العلم المتعلق بالأحياء العلم التجريبي نعم المشكلة هنا يدعون أن ننتقل إلى لب المشكلة لب المشكلة فيما بعد المعلومة العلمية عندنا مشكلة في المعلومة العلمية في التوفق منها في التأكد في التفريق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية والفرضية العلمية عندنا مشكلة في أمانة صاحب الاختصاص عندما يتكلم نعم وهذه مصيبة كبيرة أو أمانة النقل عن صاحب الاختصاص نعم عندما يتكلم على سبيل المثال المشهور جدا من كلام عالم النفس المعروف فرويد أنه كان صاحب فرضية أن حاجة الإنسان إلى اعتقاد وجود الإله سبحانه وتعالى إلى الإيمان هو شعور الإنسان بالعطش والضمأ إلى الأبوية التي تحن عليه وتحميه ولأن الإنسان يجهل تفسير الكون فهو بحث عن مأوى له باعتقاد وجود إله فرويد طبعا من أعظم علماء النفس في العصر الماضي القريب الذي يشكك في كون فرويد صاحب الثقال في علم النفس يبحك على نفسه أخطأ في أشياء أصاب في أشياء هذه قضية أخرى لكن علق عدد من علماء النفس الكبار بعد فرويد باستغراب يا فرويد أنت أطلقت هنا فرضية لم تؤسس لها أدلة أنت تقول أن الإنسان لجأ إلى البحث عن اعتقاد الإله حتى يوجد الطمأنينة في داخله طيب فأين الذي يثبت أن هذا هو السبب لكن لمجرد أن فرويد هو الذي قالها طارت بها الناس واعتبرتها حقيقة أو اعتبرتها نظرية قوية في علم النفس طب أين إثبات هذه النظرية عابوا على فرويد أنه أطلقها ولم يثبتها ولكن لإسم فرويد العلمي الكثير أخذها الناس وما أخذ التسليم كذلك حصل الرجل اشتهر أن له اشتغال بعلم الأحياء مثل راتشارد توكنز صحيح وعالم أحياء لكنه جاء تكلم في مسألة في علم الإحياء في نظرية أراد أن يؤسس لها اسمها الجين الأناني لماذا أراد هذه النظرية؟ ليسد الثغرة التي نص عليها داروون في نظريته من أن الغريزة وجود الغريزة هذا إذا لم نحل مشكلة الغريزة فإن هذا سيهدد صحة النظرية كلها فأراد أن يسد هذه الثغرة فتكلم عن وجود ما أسماه بالجين الأناني لن أشرح لأنني التزمت أن هذا ليس تخصصي أنا هنا آتيك بالنقلة التي توصلني إلى المطلوب نعم دوكنز ألف كتاب سمى الجين الأناني وضع فيه فرضية علمية العلماء الذين في تخصصه يعني كثير منهم سخر من هذا الفعل لماذا؟ لأنهم رأوا فيه محاولة الضغط قدر المستطاع لإيجاد شيء يبني عليه فلسفيا الوقوف ضد الإيمان أو نشر الإلحال هذا النوع من الإشكاليات ربما يعني الحلقة انتهت الوقت نعم هذا النوع من الإشكاليات هو الذي يمكن أن نفهم من خلاله أكثر الكلام الذي يقيل حول النظريات العلمية التي تدعي أنها تحارب الدين الدارونية وقد وضحنا ما استطعنا واختبرنا الدعوة التي قالوها وأظن أنها يعني اتضح على الأقل من وجهة نظر الفقير أن المعركة كانت خارج الإطار الحقيقي وهو المقتضيات ما تلزم منه تلزمه النظرية مر معنا في الحلقة الماضية الكلام عن الجنين كسفاكسونا العظامة لحمن واتضح لنا يعني أن المسألة فيها عباثية في عدم معرفة اللغة وتحامل في نقل المعلومة بقيت مسألات الانفجار الكوني العظيم بشكر حلقتك جداً دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة غداً حلقة جديدة من لحظة سكون فإلى اللقاء إذا سكن الغدير على صفا وجنب أن يحركه النسيم مبابت فيه السماء بلا امتراك كباك الشمس تبدو والنجوم كباك قلوب أرباك التجلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر